ووجهنا دعوة للحكومة الأردنية للتنسيق مع سوريا في مكافحة الأرهاب هكذا عقب وليد المعلم على إعدام تنظيم الدولة للطيار معاذ الكساسبا حرقا لكنه أردف كلماته هذه بقوله والأردن جزء من عملية إرسال الإرهابين عبر حدوده بعد تدريبهم في معسكرات في الأردن لا يمكن لمحلل استراتيجي ولا لسياسي محنك أن يفهم كيف يطلب وزير خارجية نظام الأسد من دولة الأردن التعاون والتنسيق معه لمحاربة الإرهاب وفي الوقت ذاته يتهمها بأنها تؤوي إرهابيين وتدربهم في معسكرات على أراضيها هذا التناقض الذي أدلى به المعلم خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البلاروسي فلاديمير ماكي كان ضمن عدة تناقضات ظهرت في المؤتمر ذاته ففي حديثه عن السيادة الوطنية قال المعلم أقول بكل وضوح نحن حريصون وندافع عن السيادة السورية لا نسمح لأحد بخرق سيادتنا الوطنية ولسنا بحاجة لقوات برية كي تدخل لتحارب داعش إلا أن قوات حزب الله والميليشيات الطائفية العابرة للحدود التي يستقدمها لا تعتبر خرقا للسيادة طالما أن تلك الميليشيات الأجنبية تدافع عن النظام وتقتل وتقصف السوريين المعارضين له وذلك حسب مفهوم الأسد للسيادة الوطنية ليس هذا فقط فالجانب الإنساني في سياسة الأسد لم يغب عن حديث المعلم حيث قال وفي أي منطقة محتاجة للمساعدات نبزل أقصى جهد لإدخال المساعدات إليها هذه الإنسانية لا تقتضي بطبيعة الحال فك حصار قوات النظام لمخيم اليرموك في دماشق والتي تواصل منع إدخال المساعدات إليه إلا ما ندر كما أنها لا تعني إيقافه للقصف العشوائي والمركز على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية المحاصرة أصلا من قبل قواته ربما تمثل تصريحات المعلم هذه تصديقا لما صرحت به المستشارة الألمانية أنجلينا ميركل عندما قالت إنها لا تعتقد بأن سلوكيات وممارسات نظام الأسد يمكن إصلاحها ترجمة نانسي قنقر